الانفجارات الغامضة التي تقف خلفها إسرائيل عادة في الداخل الإيراني ازدادت من ناحية الكمية والنوعية بشكل كبير وإذا ما أخذنا يوم أمس على سبيل المثال فرح نلاحظ هذا الانفجار الذي حدث في إحدى المصانع للبيترو كيميائيات في جنوب إيران وهذا تحديدا صار في الأحواز وهذا هو مصنع أمير كبير للبيترو كيميائيات وما أكثر هذه الانفجارات التي تحدث ودائما هي ما تكون إسرائيل خلف هذه الهجمات الإيرانيين استطاعوا من السيطرة طبعا على هذه حقيقة الانفجار الغامض والذي أكدهما من خلال وكالات الأنباء مالتهم بأن هذا كان عملا تخريبيا بحتا بالإضافة إلى ذلك إلى انفجار غريب وغامض هز العاصمة الإيرانية طهران وتحديدا غرب طهران صار في مدينة يسمى شهران في هذا المبنى اللي هو مبنى مدني وسكني وصار الانفجار طبعا بشكل كبير في الطابق الثاني تحديدا وهم قالوا بأنه صارت أكو عملية تسريب للغاز اللي أدت إلى هذا الانفجار ولا زالوا في موضع التحقيقات هل هو حادث فعلا أم أنه عمل تخريبي آخر وطبعا واضح جدا من هذا الانفجار كيف أن الركام على الأرض بأنه انفجار كان كبيرا جدا ما هو الأمر اللي موجود داخل هذا الطابق الثاني شنو اللي صار كيف حدثت ليس هناك تفاصيل كثيرة هناك كثير من الهجمات اللي صارت في الداخل الإيراني التي لن نكن نعرف عنها شيئا ولكن بعد أيام ثلاثة أيام أسبوع تبين بأن هناك أمور تقف خلفها أمور متعلقة بالأمور النووية أو الحرس الثوري الإيراني ولكن حتى هذه اللحظة هذه المعلومات على هذا الانفجار الكبير اللي صار طبعا في طهران وتحديدا بهذا الشكل في الطابق الثاني وصارت أضرار بالطابق الأول والطابق الثالث أيضا كما هو واضح النقطة الأساسية كانت هناك عدد من الأمور اللي صارت قبل هذه التفجيرات قد توضح بأن هذا الانفجار فعلا تقف خلفه إسرائيل بشكل واضح الأمور اللي صارت طبعا هي بدأت من هذا الرجل الرئيس الإيراني روحاني هو بصريحة العبارة يوم أمس قال إحنا إذا ردنا نوصل إلى نسبة 90% والتخصيب بنسبة 90% نستطيع الوصول إليها الآن ومعنى ذلك التخصيب بنسبة 90% هي الوصول إلى القنبلة النووية وهذا يعتبر خطا أحمر ليس فقط لإسرائيل بل لكل دول العالم من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وبايدن الذي يحاول التساهل بالكثير من الأمور وهذا التصريح غريب من رجل إصلاحي عادة لا يصرح بهذه الطريقة طبعا ولكن هي أيضا تؤشر بأن رئيسي بنقل المفاوضات إلىه هو مقتدر على الوصول إلى 90% والتخصيب للوصول إلى القنبلة النووية الكثير أيضا أن بعد هذه التصريحات التي سواها روحاني صدر بيانا من محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني قال إحنا من الشهر الماضي إلى هذا الشهر زاد مخزون اليورانيوم عندنا ثلاثة أضعاف وبالحديث عن ثلاثة أضعاف مخزون اليورانيوم وهم أصلاً يخصبون حقيقة من يوم صباح 11-4-2021 وليس فقط من الشهر الماضي يخصبون بنسبة 60% اليورانيوم فهذا طبعا معنات هذه نسبة كبيرة جداً ونسبة تسليحية بحتة قليل من الأمور المدنية والطبية وغيرها التي تتحدث عنها دائماً إيران تنفع بنسبة 60% 60% تدخل في الأمور التسليحية فبالتالي هذه معناتها الثلاثة أضعاف كلها التي تخزنت واضح جداً أغلبها هي من 60% وهذه طبعاً توضح تماماً بأن إيران من يوم صباح 11-4 إلى على الأقل الشهر الماضي ونهاية الشهر الماضي بتصريحات محمد جواد ظريف بأنه هم أضافوا أجهزة طرد مركزية كثيرة منذ تلك الفترة وأجهزة الطرد المركزية المتقدمة التي نتحدث عنها هنا اللي هي مثل الـ IR-4 أو الـ IR-6 اللي هي طبعاً ساعدتهم بأن يخزنوا اليورانيوم بهذا الشكل وهذا اللي خلت واضح روحاني أن يتحدث بكل سهولة وأريحية عن التخصيب بنسبة 90% لأنه هم تركوا كل الـ abilities والقدرات لكي يصلوا إلى هذه النقطة كذلك هي توضح أمراً مهماً صار الشهر الماضي اللي هو هجوم سووا الإسرائيليين على المصنع الوحيد لأجهزة الطرد المركزية اللي موجود في محافظة كرج هذا هو المصنع اللي طبعاً واضح جداً من الأقمار الصناعية هذا السقف شوفوا شون هذا هو المقرب بهذا الشكل شون أن السقف سقط على طول 40 متر وعلى عرض 15 متر وهذا طبعاً المكان هو مخصص لعملية حقيقة المثبتات لأجهزة الطرد المركزية الـ Connectors اللي هي ثبت أجهزة الطرد المركزية استهدفوا الشهر الماضي بهذا الشكل قالوا بأنها طائرة مسيرة رجع الـ Intel Lab حلل الموضوع وقال بأن هذه قد تكون عب وناسفة كما حدث في منشأة نطنز النووية لما استهدفوها في شهر أربعة أيضاً 2021 وليخلت الإيرانيين أن يصلون إلى الـ 60% فطبعاً هذا يوضح تماماً بأنه الإسرائيليين كانوا على علم بأن إيران ذات ديز أجهزة الطرد مركزية كثيرة جداً لمنشأة نطنز لمحاولة التهديد بالوصول إلى التخصيب بنسبة 90% على هذا الأساس سووا هذا الهجوم لإرطاء هذه العملية ولكن هاهم ليتحدثون بهذا الشكل بإمكانيات وبثقة عالية جداً للوصول إلى النجاح وتنازلات من أمريكا هذه المرة بدلاً من أن تكون من إيران وطبعاً هذا الأمر خلى هذا الرجل بني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس في حفل للتخرج في كلية الدفاع الوطني الإسرائيلية قال بصريح العبارة بأن علينا أن نستعد إلى إيران النووية علينا أن نسلح أنفسنا ويجب أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا وأن نعتمد على روحنا في عملية هذه المواجهة ضد الإيرانيين بالإضافة إلى ذلك أن فجر هذا اليوم Times of Israel كشفت معلومات خطيرة للغاية عن مطالعات من الجيش الإسرائيلي من أجل زيادة ميزانيتهم بمليارات الدولارات من أجل قضية واحدة ألا وهي ضرب إيران والقيام بهجوم عسكري على إيران شف شون اللي قالت Times of Israel في هذا الصدد الجيش الإسرائيلي طلب زيادة كبيرة في الميزانية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات كيف يمكن من الاستعداد بشكل مناسب لهجوم محتمل ضد برنامج إيران النووي قد يستغرب البعض النبادة الآن سيعود إلى الاتفاقية النووية من غير المنطقي أن يسمح لإسرائيل أن تقوم بضربات من شأنها أن تستفز إيران وأن تصل إيران بعد ذلك إلى القنبلة النووية ليس هناك منطق أن يعطي بايدن التخويلات للإسرائيلين للقيام بهذا الأمر ولكن اللي كشفت Times of Israel هو أمر معاكس تماماً وأن هناك اتفاق من الطرفين لضوء أخضر لإسرائيل للقيام بهذا الأمر شف شون اللي إضافة Times of Israel حيث أن المناقشات الأخيرة بين القادر الإسرائيليين والأمريكيين تم التأكيد على حرية العمل الإسرائيلية في مواجهة التهديد النووي الإيراني لذلك الوضع فعلاً مربك ويظل السؤال يطرح ما الذي سيحدث إلى العراق وإلى المنطقة الشرق الأوسط في ظل هذه التطورات وإذا وصلنا إلى هذه النقطة وهل العودة إلى الاتفاقية النووية ستؤدي فعلاً إلى عملية ضربات إسرائيلية من شأنها أن تشعل المنطقة تظل الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذا الموضوع